أثرت اللقاء بكم هذا اليوم للحديث عن الأوضاع التي تمر بها تونس الأوضاع لم تمر بها من قبل شديدة الخطورة وتنبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من اللوبيات التي تعمل وراء الستار وتغير مواقفها بناء على مصالحها اليوم وقلت لهم ذات مرة هناك في الدستور ما يمكنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسأعمل على أن أطبق الدستور حرفيا بالرغم من أنهم حاولوا توظيف الدستور لفائدتهم الدستور الذي وضعوه عليهم أن يطبقوه ولكن هذه المؤامرات التي تقع ثم التداخل بين السلطة التنفيذية عند رئيس الدولة وعند رئيس الحكومة وليست خارج القرطاج ولا القصبة ولا يمكن أن تتحول إلى القصبة عديدة هي التجاوزات التي صمتت عنها في أقتل من الأوقات احترمت المقامات والمؤسسات واحترمت الأشخاص ولكن لم يقابل هذا الاحترام بمثله وليتحمل في ذلك الوقت كل واحد ما سليته ما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية اقتبنت على الدولة التونسية ولن أتركها تسقط لن أترك الدولة التونسية تسقط أعرف من يحرك الشارع وأعرف من يحرك الأزمات ويفتعل الأزمات بل يفتعل الأزمة تلو الأزمة للبقاء في الحكم وليعلم أن تونس ليست بضاعة وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع على قدم المساواة لا أسمح أبدا لأي كان بأن يتطاوله على التونسيين أو أن يمسه من أعراضهم أو أن يمسه من ذواتهم البشرية ما حصل وما يحصل اليوم غير مقبول على أي مقياس من المقيس غير مقبول يتحمل كل واحد مسؤوليته أثرت أن أتقابل مع سيد رئيس الحكومة لأنه يشرف على الحكومة لا أريد أن أتحدث عن بعض الاتفاقيات ولا أريد أن أتحدث عن بعض المسائل التي أريد أن أتحدث فيها لا على رؤوس الملأ ولكن أتحدث فيها معك كمسؤول أؤت منته على الدولة وعلى السلطة التنفيذية في إطار الصلاحيات التي تتولى القيامة بها ما حصل أمس بالنسبة إلى الشاب وما حصل في المحاكم كيف لا تتحرك النيابة العمومية حينما يتجرأ عدد من النواب الدخول إلى المحكمة 15 ملف موجود ليرفع الحصانة عن عدد من النواب من الدورة الماضية ولكن لم ترسل إلى رئاسة المجلس قال واحد فقط وأنك 15 بالاسم وجرأهم حقام وتهريب وجرأهم أخلاقية ومع ذلك لم ترسل إلى المجلس في تونس في 59 وعام 60 حينما أرسلت مطالب ورفع الحصانة تم رفع الحصانة في 2021 يتم التخفي وراء العدد من الإجراءات ويقال لم نتصل تم الاتصال وهناك أرقام وأعداد موجودة تتحدث عن هؤلاء الذين لا مكان لهم لتمثيل الشعب ثم من يتجرأ على رئيس الدولة كان على النيابة العمومية أن تتحرك من أجل مقاذاتهم هؤلاء الذين يتحرقون في وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض الاجتماعات كان يفترض أن تتحرك النيابة العمومية الدولة يجب أن تعود إلى المؤسساتها تعود إلى القانون ولكن ليس بهذا الشكل تدار الدولة نحن الوضع خطير خطير جدا ومن أدق المراحل ولكن ليعلم الجميع وأقولها اليوم أمام الجميع لن أترك أحدا يضرب الدولة التونسية ويضرب مؤسساتها ويضرب رموزها يوم أمس سحل اليوم تحركات مسبوحة في عديد من الجيات ويحرقها من يحرقها من اللوبيات وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فورا وهناك من هو في حالة تلبس ويجب على النيابة العمومية أن تتحرك فورا لتنفيذ القانون ولا مجال لمفاضلة أحد على أحد لا مجال يعني حتى نكون واضحين لا مجال ارتكبت خطأ تدفع ثمن هذا الخطأ ارتكبت جريمة تحاكم محاكمة عادلة ولكن لن تفلت من المحاكمة هذا ما يجب أن أقوله لكم هذا اليوم في هذا الظرف بالذات صمتت كثيرا ولكن لن أترك تونس ولن أترك بلادي ودولتي لهؤلاء يعني الوضع لابد أن نعيب بخطورته أتمنت كالسيد رئيس الحكومة ولكن يجب أن نكون في مستمع ما تم الاتفاق عليه يعني ما يحصل غير مقبول بالبرة هذا ما أردت أن أقوله لكم في هذا الظرف بالذات لست ساكتا ولست صامتا ولن أتخلى على الواجب الذي أتحمله وعلى المسؤولية التي أتحملها في عملية إنقاذ الدولة التونسية الدولة التونسية تكاد تتهاوى ما معنى أن يذهب أن تذهب مجموعة من العمال أو من الأشخاص لمقر إذاعة ويستبحونها وما معنى أن يذهب نواب إلى باهو المحكمة ويستبحونها وما معنى الذي يحصل في هذه المدة كل هذا مؤامرة ومن يعتقد أنه رئيس لمؤسسة هو رئيس للدولة فهو مخطئ في العنوان مخطئ في التاريخ ولن أسقط عن تجاوزاته مهما كان ثمن ترجمة نانسي قنقر